البداية من ليبيا حيث قالت البعثة الأممية إن كارثة ديرنا كشفت عن عجز شديد لدى السلطات الليبية وأبرزت أهمية التغيير جاء ذلك في بيان مشترك لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية في الأثناء أيضا أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس أربعة مسؤولين بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي في ديرنا ليست مجرد كارثة طبيعية حل وبالها على الشرق الليبي إنها نتاج سنوات من الإخفاق البشري والعجز الحكومي والانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد نتيجة خلص إليها تقرير بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا لا بد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزا للتغيير وإنهاء الجمود السياسي يضيف البيان المشترك مؤكدا على أن الفاجعة وحدت الليبيين على صوت واحد رافض لهذا الوضع تقول البعثة الدوليين للدعاءات المنتشر على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال وعجز الحكومة وغياب المساءلة أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أسس جديدة في الأثناء يعلن مكتب النائب العام الليبي عن حبس أربعة مسؤولين آخرين بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي ما أدى إلى تفاقم آثار الكارثة تجوب المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوة عضوي المجلس البلادي بدرنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها يواجه الموقفون مع 16 مسؤولا آخرين تهما بالإهمال والفساد المرتبط بالوضعية الهشة التي كان عليها سدى وادي درنة وأبو منصور قبل حلول العاصفة وبانهيارهما أتى الطفان على المدينة التي لا تزال في قيد إحصاء ضحارة أمام عجز لوجستي هائل تقف أمامه الطبقة السياسية والإدارية في البلاد على شفى انهيار آخر